هل يركض طيب أو لا أظهر لي أن يركض لا نعم نعم هناك ثلاثة أنواع هناك model analysis وهناك harmonic response وهناك static structure سيبنا الاتم static structure دي يعني مش حاجة في الكور بتاع السيميليشن بتاع الأسايمنت وهالكور بتاع الأسايمنت هو المودل ده وبعدها ينفي حتى في الآخر اللي هي الهرمونيك ريسبونس طبعا الـ static structure ده لو عايزت تفريفاي إن الشكل اللي انت رسمته ده بيطلع كمعينة مثلا ممكن تعملها على static structure لأن ده بيسيميليت الحاجة في إيه بيسيميليت الحاجة في يعني بيديك فورس كده ثابتة تأثر على الجسم ويشوف بتاعه فلما تقسم ساعدتها الفورس على تبقى جيبتك فده لو انت عايز تعمل الحتة اللي إيه اللي هي الصعبة يعني بس دي مش عليك يعني انت كل عليك إن انت تحسب الحسابات بأيديك وتحطها في المودل analysis ده وتعمل الharmonic response وبعدين انت عمله تيولنج وتعطي هار بس في dimensions كده عشان يجيب response زي اللي انت ايه زي اللي انت متوقعه يعني زي المودل ده بيشتغل ازاي بتشده كده وتحطه هنا وبعدين وبعدين تدوس على engineering data تختار بس الماتيريا اللي انت عايزة ها طيب هو بيقول لك ينا ايه ميديك structure ال steel فاحنا قلنا ممكن الالمونيوم يبقى أسل شوية في الارقام فايه نجيبه منين ندوس على engineering data sources دي وبعدين كده نختار هنلاقي ايه في ال الويندو اللي احنا نقصى لايه upline of general materials دي هلاقي aluminium alloy وندوس له add ثمام بعد كده المفروض لما نرجع تاني للصفحة اللي احنا كنا فيها ندوس تاني على engineering data sources ونرجع تاني هنلاقي الالمينيوم alloy بقى معانه طيب ال الدينيستي الحسابات بتاعيتنا هنعملها من فين من الحتة دي هنعندينا الدينيستي اللي هي 2770 دي هتتدخل في المعدلة الاولانية اللي هي المس على الvolume واحنا given المس ب 0.1.10.12.3 يبقى احنا كده ايه عارفين الvolume باكان اللي هو التالت dimension طيب وبعدين ال elasticity هو يونجز موديلوس ده هو يونجز موديلوس ده بمس الاستريس على الاستريس اللي هو بتسميه ال الستيس ده الرقم اتنى يونجز موديلوس ده اللي هو هيدخل بقى في الاكوشن بتاعت الكيب عشان نعرف منه الكيب كيب تمام حد دي عنده سؤال نجيب الارقام بتاعت الحسابات من هنين او عنده مشكلة فيها يعني احنا ندخل الاكوشن دي والاكوشن دي على المتلاب ونفرض رقم او نفرض بقى رينج كبير كده من الارقام اللي فاريب الواحد منهم ونسويب عليه ونشوف بقية الارقام دي بتطلع بكام ونختار حتى يكونوا ثلاثة فيها قريبين من بعض بحيث يكون اللينس اكبر من الانين التانية كي او لا ايه؟ وبعد يستكي باشموندس لما جاء سويها سويها بو بوينت وان في عشرة السالة بتاتة او لا بالام افكتف لا هتصالها بالمسال الحسابة اللي هنا بالمسال العادي اللي اشدعى بالمسال افكتف ومال انا هاخد المسال افكتف معايا في الاعتبار ازاي؟ هنا انت بتكلمي على الدينستي بتاعة الماتيريال الدينستي بتاعة الماتيريال دي او الوليوم بتاع الماتيريال ده ايه علاقته بان انا ممسوك من حتة او ان فيه فرصة بتاثر معايا او كده؟ دي حتة حتة حديدة مثلا او حتة ألمونيا الماث بتاعها يفضل هو هو مانوش علاقة بالأفكتف ماث مانوش اي دلالة الا او انا بحث بالأفكتف ماث يعني لما اجي بعد ما اخلص اقول والله النتيجة بتاعتي دي انا في المعادلة للمعادلتين انا حل لهم دول هحالي بالنسبة للماث مش ال افكتف ماث صح كده؟ اه اه افكتف ماث يظهر معي امتى؟ انا الوقت اعملت وخلصت عايز اقول بقى النتيجة بتاعتي دي كانت صح ولا غلط؟ عشان لو غلط اعملها فاين تيوني يعني انا مثلا تلعت ان ثانية كافتك ثانية تعيفوني بيري ما عليش انا دلوقتي خلصت ورسلت وطلع مثلا ال بتاع المودز بتاعتي مثلا ايه؟ عند مية مثلا اي رقمية طب هل ده كان صح ولا غلط؟ هروح بقى احسب ساعتها الوميجا ناتشورل واشوفوا الوميجا ناتشورل بطلع فيهم ده اللي هو ان انا بقارن بالمفروض ان الوميجا ناتشورل دي تكونوا انتم اسبتوها للجسم في البتاع في الايه؟ اه فالوميجا ناتشورل دي هي اللي بتيجي بقى من الافكتف ماس انما الماس العادي ده بتاع الدينستي مالوش عناط عندما اجا اقول دلوقتي انا عندي حتة حديدة والدينستي بتاعتها بكزا يبقى الماس بتاعها بكزا يبقى الماس بتاعها بكزا يعقى اخد ده بقى بالايفكتف ماس أنا مش عارف هو الدكتور ساعتها قالت نحن نستخدم l-effective mass بس أنا مش فاكرة هو ألفين جده بالظبط أي والeffective mass ده نستخدمه في حالة comparison مع natural frequency يعني وإحنا بقارن مع natural frequency تمام إنما أنا دلاتي بحث بالdainesty يعني رغط l-effective mass بالموضوع يعني عندي حتة حديدة بغض النظر بقى عن ممسوكة منين الفرصة بتأثر عليها فين دايما هتبقى l-mass على البوليون دايما هتبقى دايما هتبقى l-mass يعني الكلام عادي بقوله ده منطقي ولا مش منطقي طيب منطقي طبعا لأ بجد والله يعني هو إيه يعني إيه اساسا ال-definition بتاع l-effective mass يعني response بتاع الجسم ده لما تأثر عليه فرصة ده ملوش علاقة بالdimensions بتاعت الجسم هما يجي كلم مع ال-dalis t فلا ال-dalis t دي هي الحجم الحقيقي للجسم الماس الحقيقي للجسم مش ال-respons بتاعه نتيجة الفرصة يعني تمام؟ تماما نفهم حضرتك وغسل لغبطنا ان الدكتور على نستخدم l-effective mass يعني يعني لغبطنا نستخدم l-effective mass أو هنحل ال-example ده لو هنحل ال-example ده بشكل analytical هنستخدم l-effective mass حلها بيجي ازاي؟ اقول لي بقى ال-omiga natural بتساوي square root k على m تمام؟ تمام؟ طيب يعني هي key اروح اجيبها من المعادلات اللي احنا تكلمنا اللي كنا فتحناها من شوية أبوال هي mass ال-effective mass الحالة دي انا بستخدم l-empirical formula بتاعت l-effective mass وبستخدم l-empirical formula بتاعت الكي عشان احل لو اجيب natural frequency بتاعتي اناليتي انما انا دلوقتي مش بحل عشان انا بقى design وبقول لك اعمل لي حتة اعمل لي شريحة من ال-silicon أو من ال-aluminium يكون وزنها كذا يبقى وزنها ده هو ال-dinest بتاعتها في ال-dimensions ال-dinest بتاعتها بالضبطة باللسية عادي اه اه ملاحش علاقة دي بقى بال-effective mass ولا مش ال-effective mass اشخيل او اللي ايه انا اخير متفهم انما لو انت لو انت هتحل بقى وهتقارن الكلام ده بال- natural frequencies اللي موجودة اه في ال عايز تحل تجيب ال- natural frequency باديك مش بال- simulator فهتقول اه انما هو هو قريد يحل لك فهو هيتصرف هو بقى في موضوع ال-effective ومش ال-effective والكلام ده ويعمل 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 ويطلع لك ال- omega على بقى اه ده كي كان ال- analysis بيعملها بالنفس اصلا اه تماما فانت اقول لك شو ده او انت بس تدخل الماس الحقيقي تماما عايز انت تعملها با ايدك ماشي يعني عايز تعملها فورفوريفيكيشن انت با ايدك على جنبه وتطلع ال- omega هي هي ال- omega ماشي يبقى ساعتها او انت بتجيب ال- omega تستخدم effective mass انما غير كده لأ الماس اللي انت بتستخدمه في ال- delicious هو الماس الحقيقي بتاعك اه بنا مرضو ايه اه وعاوة بالمس الحقيقية بتاعك اشنا اجيب ال- dimensions بس في المعادلتين اللي احضرتك بولت عليهم اه بس ما انا بولك بس ما تحاولش تفرض انت احد من دماغ انت عمل عليه sweep وشوف هيطلع فين ايه عشان ما تحاولش تتعب كل شوية تفرض رقم وتروح تحل المعادلتين مع بعض وبعدين يطلع مش هو تبقىش عارف بقى تكبر ولا تصغر ولا تعملي اه 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 احنا كده جيبنا الالخامين اللي احنا ايه هنشتغل انتو مش هازم تشتغلوا بالمناسبة بالالومونيوم يعني انا بس هعمل دلوقتي بالالومونيوم يعني انت ممكن تشتغل من engineering data sources دي انت كده انت قريدي موجود عندك ادي السيليكون وادي الكفر وادي الالومونيوم ممكن برضو نبص على الكفر كده نلاقي ايه ثمنمية اذا لو انت لقيت يعني انا شايف ان الميتين تزبط معك اكتر الالفين تزبط معك اكتر في الاخوان بس لو لقيت بتاع انت الاف تزبط مفيش مشكلة انت هستخدم كفر اه واليونجس موديلس اللي هو اللي هو تحت اللي هو واحد اه واحد في عشر والساق داشر اعجزة كده بالظف تمام ايه السيليكون ادي ايه اليونجس موديلس اه اه اوه السيليكون استنى كده انا فاكرة ان السيليكون كامل بقى اقل شوية صعب ماشي ما اعمل انا اشتغل الالومونيوم يعني انا مش عايز السيليكون ولا عايز الستراكشور الالسكيكي طيب اه هعمل ايه بعد كده هارجعتيني على البروجيكت بتاعي بعد كده ابتدى ارسم الشكل بالجومتري دابل كليك بس على الجومتري اعمل ما تفسح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رقم ده نعيش. ده كده يطلع كم ده كده تمانين. ده مش الرقم هتطلع عندك يعني. بس ايه. عشان الشكل دلوقتي. خيب. ونحط ده كده ايه. عشرين. هو كده تمام بس عايزين نصنطر. خيب انا عايز المساشة من هنا لل. ده كده تبقى كام? نص العشرين. للسنتر يبقى عشر. اكيدا سنترته في الاتجاه ده. عايز برضو ده ايمنشن. اصلا نطرف الاتجاه التالي. اختار من تحت الحد هنا. والتمانين دي ايه? اخليها ايه? اربعين. حد عنده مشكلة في اللي انا رسمته ده. انا رسمت بس ايه الشكل من قدام. زي كده المفروض اللي هو بيعبرلي عن الويتس. والسيكنس والليتس بقى اللي هو هيكون اللي هو كده 3D. اه. هارجع على 3D بتاعي. هدوس من تحت ريتيرن تو 3D. وبعدين اه لو دست على. في الماوس على البتاع البتاع السكرولر اللي في النص. ممكن الفه كده. وبعدين اخد السطح ده وشده كده قدام معي. طبعا احنا متوقعين ان هو يطلع اكبر يعني احنا متوقعين مثلا ده ايه? يطلع عشر اضعاف اتاني ولا حاجة. على الال يعني على الال. احنا ممكن مثلا نحطه ايه خمسة ميلة. ها? يبقى احنا كده رسمنا البيماء. عليش يا باسم عن صورة اولي اللينس ده بيطلع عشر اضعاف الويتس يعني? يعني اوه مفيش مشكلة يطلع عشر اضافة او حتى اكتر. اه انت مستكترها ولا مستقلها ولا ايه? لا لا بتبقى اتأكد بس كنت اتأكد عشان لو العقام بتاعت معها مش منطقية بس ابعارك. ولو تلعت معك اقلش فيها واصغر فيها مش مشكلة يعني اصلي ممكن تبقى خمس اضعاف مثلا وممكن تبقى عشرين ضعاف حينا. تماما مش ماندس. طبعا? طبعا. ماشي. احنا كده رسمنا الجسم خلاص. عايزين حاجة تانية من الرسم. هنطلع تاني نرجع تاني للويندو بتاعتنا. اللي هي كانت فين? اللي هي كانت في الورج بنش الاصلي. احنا الورج بنش طلعنا على ويندو جانبية. اللي هي الاكسبلور دي. بس هي التانية لسه مفتوحة. بس انا ايه? عمل stop share. وعمل share للاصلية اللي كانت موجودة قبل كده. احنا كده رجعنا للشكل الاصلي بتاعنا. ندخل بقى على موضل. موضل ده اللي ايه? اللي فيه الاااا اللي فيه السيميليشن بقى نفسه. الصعبين ما يفتح بقى. اشتركوا في القناة طيب وفتحنا الصفحة دي. الصفحة دي فيها ايه? يا بقى نفسها اللي انا اعمله. طيب انا فتحت ثلاث صفحات. في الاول كان فيه. الورج بنش نفسه اللي انا كنت فيه. وده اخترت منه الماتيريال. وبعد كده فتحت حاجة اسمها جومنتري. رسمت بس فيها. رسمت فيها في البلين. بعد كده عملت له اكسترود او بول يعني. بول يعني شدته كافة اتجاه معين عشان يبقى ليه طول. وبعدين. اخر حاجة عملتها ان انا رجعت للصفحة الاصلية فتحت منها حاجة اسمها موديل. ايه الموديل ده؟ الموديل ده بيروح يحل المسألة من غير فورس. وكلهم نقول ان احنا عندنا حل المسألة. لازم. توقع ان كنت هتحلها بفورس او من غير فورس. لازم تبدأ بالحل من غير فورس. تروح تجيب الايجن. والايجن فيكتوريس بتوعك. وبعد كده تشوف بقى عايز توقف هنا. وعلا عايز تكمل. وتجيب الايه. الريس بونس مع الفورس. فهو ده الجزء اللي بيعمل. اللي بيطلع الايجن مود. بيطلع الايجن مود ده يعني ايه? يعني بيحسب الفريكوينس اللي بيقسلت عندها. تمام? طيب هل الايجن فيكتورز هنا لها الديفينيشن واضح قوي? يعني هل انا قادر ان انا اشوف بعيني الايجن فيكتورز هنا وضوح الشمس? لا ما اقدرش قوي. او او ما اقدرش اكتبها في رقم او اتنين. ليه? لحد ده عنده فكرة ليه? هنا الايجن فيكتورز اللي ما تبانيش هنا بس الايجن مودز تباني. هو كتقيه اصلا يا جمال ايجن مودز و كتقيه الايجن فيكتورز المسائلة اللي كنا من حلالها طيب قبل كد. انت معي اصلا ولا مش معي? طيب فاكرين ايه الايجن مودز والايجن فيكتورز اللي كنا من حلالها في المسائل قبل كده? اصلا يا جمال ايجن فيكتورز اللي هي الايجن فيكتورز اللي هي الايجن فيكتورز اللي هي النسبة ما بين ال اكس وان وال اكس تو. بالضبط. بالضبط. فاحنا قبل كده كان عندنا الايجن مودز اللي هي الفريكونسي والايجن فيكتورز اللي هي ايه كل فريكونسي لما باوسلت عندها تبانيش ما بين اكس وان اكس تو بك. طيب الفكرة هنا. في المسائل اللي قبل كده انا كبير عندي اصرتين ماس وان واصرتين ماس تو. توتة اللي ايزوليت عن بعض. والجزن بيقسلت. وذين المود الاتنين بيقسلته بنفس الفريكونسي. تمام? ثانية واحدة يا جماعة معيش التليفون بيرين دي تاني. نوع fast plus. فالبناобщي الأيجن مودز. هي الأيجن مودز. هل أنا هنا عندي X1 الواحد و X2 الواحد ولا أنا عندي جسم ممسوك كده كله على بعضه ماشا جسم ممسوك على بعضه أنا عندي جسم ممسوك كله على بعضه يبقى أنا بتكلم على أنهي X فيهم ما لو الحتة اللي في الآخر دي حصل لها displacement جامد الحتة اللي في الأول مش هحصل لها الحتة اللي في الأول دي fixed مثلا واللي في النص ده بي displace نص ونص إذا ما عندنيش حتة معينة قادر أسميها X1 وحتة معينة قادر أسميها X2 أنا ممكن بعد ما أخلص أقول له ارسلمي displacement بتاع النقطة دي أو بتاع النقطة دي أو كده إنما اللي ثابت هو ايه اللي ثابت هو لو الجسم ده لما ينزل ويطلع كله هيقصيت بنفس ماشي كده ولا ايه مفهومة النقطة دي تمام مفهومة يا بش مانس طيب عشان كده احنا بيطلع عندنا بس مش هتبقى واضح عندنا بس ممكن نشوف شكل الحاجة وهي بس اتحرك سواني باب يخضع ساني مفهومة اشتركوا في القناة 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 بالتب where طيب احنا بكنا بنقول ايه بكنا بنقول اه ان احنا عندنا في الحاجة بتتحرك مرة واحدة طيب يعني الحاجات كلها بتحرك بنفس فعشان كده هي فريقونسي واحدة تطلع على المود. انما ده على حسب انت بتتكلم على الجسم الاولاني للجسم التاني وايه هو الجسم الاولاني بالزبط وايه هو الجسم التاني بالزبط. فعشان كده مش بندفين حاجة اسمها بس ممكن نشوف شكل الوسيليشن قدام. تمام? طيب احنا محتاجين نعرف نعمل ايه هنا بقى نحدد اول حاجة الماتيريول. ونختار الحاجة بتاعتنا. وبعدين اه ننزل تحت كده نشوف الماتيريول. نلاقيها معمول استيل احنا قلنا عايزين الامينيوم. ممكن نختار اهو الامينيوم الوي. ده مش هيطلع علينا هنا الا لو كنا ودناها اساسا في الحياتة بتاعت الماتيريول. يعني انا في في الصفحة في الاول اللي كان فيها الماتيريول زي انا اختارت الماتيريول زي اللي انا عايزة. بعدين جيت اختارت منهم بقى هنا الجسم ده شكله الماتيريول بتاعته ايه? فده الماتيريول بتاعته الامينيوم الوي. ماشي? طيب تاني حاجة عايزة ان نعملها ايه? كده احنا خلاصنا خلاص الجيوميتر. عايزين نشوف الباوندري كونديشن. اه نيجي بقى عند الجزء بتاع مودال ده اللي هو بتاع السيميليشن. وندوس عليه رايت كليك وندوس انسرت. عايزين عايزين نثبت بقى حتة في الحتة. ليه ايه دي? تمام? عايزين نشوف ايه حتة بقى اللي هنثبت فيها فندوس جيوميتري سيليكشن. كل ما يجيب هنا على واحد هيبقى هو ده اللي ممسوك. انا عايز ايه? عايز امسكه من من فوق كده. تعليفه كده ايه? واختار السطح اللي فوق ده. يبقى هو بيقول لي ان انا همسكه من السطح اللي فوق ده اقول له ايه? تمام. ماشي? فاين. شد ده افاضل ايه? انا دست بعدها ايه? يبقى انا اخترت ايه? السطح اللي فوق هو جاب لي فعلا ان السطح اللي فوق ده مختلف عن البقين عشان هو ده ايه? اللي معموله الجيوميتري سيليكشن بتاعه. طيب. هل انا ممكن? اه? ولا ايه بلاش دلوقتي ايه? طيب. انا كده فاضل لي ايه? انا عملت. نسميه يعني ان انا مسكته من خطة معينة. فالباوندري كونديشن هنا ان الديس بليسمينت عند السطح اللي فوق ده بصفر. ان هو ستكسد. اخترت الماتيريال. الفضل ان انا. هدوس صول. هل انا محتاج حاجة تانية كده? اجرب ندوس صول. انا. هدوس صول هندس طب هو بالنسبة للشكل بتاعنا انا عامل ميرور للنفس الشكل ده وامسكه من نفس الحتة. طب وبالنسبة للفي النصف. ما انت ممكن. طبعا يعني مش خلال الترسيمي بنفس الشكل انا رسمته. ممكن تعملي ايه? انا سوشكلت ان هنا فيش انوتيت. انا مش عارف زي انوتيت وذين الااا. بس احنا ممكن نرسم الشكل من فوق. ما نرسموش كده. طبعا مواصدين? يعني ممكن ترسمي من فوق كده ترسمي اا حاجة مربع على يمين. او مش مربع. بقى عاليمين طويل. وعالشمال طويل. وركتانجل رابط ما بينهم. اللي هو بقى الدلتا كيه? وبعدين تعمل لهم او لفوق. حاجة صغيرة. يعني مشكلة ان هنا مفيش حاجة ارسم فيها. طب استاني كده هجرب افتح و افتح حاجة ارسم فيها. احنا ممكن نفتح حتى فانت بسلا. حانبس تفهمين او ايه. ونعمل شير للفانت ده. يعني احنا ممكن بدل ما انا دلوقتي عملت ايه? انا جيت رسمت المربع بالشكل ده. معين قلت له معلش متدولي بقى ايه? لقدام او الوراء بالشكل ده. ده اللي انا عملته. طب احنا ممكن بدلا ما نعمل كده نعمل ايه? نرسم حاجة بالشكل كده ده طويلة. ادي كده مربع اولين. ونعمل كده مربع تانج. ونوصل ما بينهم بمربع تانج. اهو. بحاجة هي تلاتة ريكتانجل. وبعدين اقول لي واعمل لي اكسترودي الكلام ده حاجة تغييره خالص. هو كده. فعامين قاطي ولا مش فعامين? انا معاك مش مالس. يبقى انا كده بدل ما انا رسمت الاول الوش ده. وبعد كده عملت اكسترودي الوش ده? لا انا رسمت الوش ده الاول وبعد كده عملت اكسترودي الوش ده. مفهومة دي? هو كده انا بخص. نعم. والله حدركة اكسترودي الى بنفس الديمينشنز اللي انا حسبتها يعني. اه? بس في المرة الاولانية اللي انا اللي عملتها دلوقتي دي اللي هي في السيميليتور انا عملت اكسترودي الديمينشن الطويل. بس انا مش لازم ممكن ترسمي الديمينشن الطويل بايدكي. ترسمي الشكل المعقد ده كده. بعدين تعملي اكسترودي حاجة صغيرة خالص. هتطلع مسلا يعني مسلا في رسميت دي لو كنا عملنا كده. كنا هنرسم ايه خمسمية. في دمانين ونعمل مسلا العشرين. اه? يعني انا عمل بالضبط جه. انا عملت دلوقتي ده كده عشان اثهل لي عشان بس اشهل يعني ايه سيمبل يعني. تمام? بالنسبة للفكسل باية باش مهندس احطها عن فيم بالضبط عند العليمين وعالشمال بس? او انت انا قفلت الشيل سكرين سانية. هتجيب انت خلاص عندك رسمة دي كده. هتفتحي بقى المودة زي ما انا كنت فاتح كده. واستني كده هعلمهم لك بالاحمر بقى يبقى ايه هما دول الفكسل. احنا ممكن نختار للون. يبقى احمر مسلا هتقولي بسلا ده كده فكسل. وليه? ما فيش حاجة شيء بسان. ده كده يبقى فكسل. وده كده يبقى فكسل. يبقى بتلافقين الستركشل زي ما انت عايزة وتختاري الستركشل اللي حتة اللي انت عايزة او فكسل. هتعملي مرتين بقى. هتعملي مرتين موضوع البوندري كونديشنز ده. يعني بصي. اخطح السيميلاتر كده واجبولك تاني. احنا فين? هو ده. انا عند الوقت جيت عملت ايه عشان اجيب الفكسل دي? جيت عندي مودل عملت رايت كليك. وبعد ما عملت رايت كليك قمت دايس اه انسرت فكسل سابورت. فاطلق ليه الكلام ده قمت اخترت السابورت اللي انا عايد. اعمل الكلام ده مرتين. مرة للسطح الاولين ومرة للسطح التين. تمام? تمام. انا بقى نبص كده على السولوشن بتاعي. نلاقي هو مطلع شوية فريكوانسز. ليه هو مطلع شوية فريكوانسز كتير? عشان ده مش ماس واحد بيتحرق. انا زي ما اتفقنا دوله مجموعة ماسز كتير. يعني الاكريسي بتقول ايه? الاكريسي بتقول انه. لو انا عندي ماس واحد بيتحرق هيبع عندي مود واحد. لو انا عندي زي ما شفتنا في الاناليتيكل. احنا في الاناليتيكل لما كنا بنحل single degree of freedom كان عندنا ماس واحد بيطلع ايه? مود واحد. دلوقتي عندنا تو ماسز. اه سوري بعد كده كان عندنا تو ماسز بعندنا تو مود. طب هيطلع عندنا اه عدد مود اكتر. طب هو مش انا كل ما اقسمها الحتة اصغر كل ما يبقى ده مور اكريس. باكيد. اكيد كل ما اصغر بتاعتي في السيميليشن كل ما انا. باخد اكريسي اكبر. فالهيئة ان انا عندي مش عنديش ستة مود بس. انا عندي عدد لا نهائي من المود بس انا بس هو بيعرض ستة مود دول عشان انا في الاناليسز هنا. في الاناليسز سيتنجز عالشمال. كنت اقيل له ماكسمام مود تو فايند ستة. فهو كان بيدور على اول ستة مود بس. انما هو في عدد لا نهائي من المود لان فيه الماس دستريبيوتد مش زي ما احنا كنا بنعمله قبل كده سيمبليفيكيشن ان هو لامبت في حتة معينة. طيب انا بقى مهتم بقى انهي مود منهم اللي هو اول والواحد. يبقى انا انا واحق بقى خمفير الفريقوانس دي اللي هي ستة وستين دي بالايه? سيريتك البقى. نروح نشوف الكاللي انا كنتم مشغلها او في حالت كنتم بقى الاناليسز انتو عملتو انتو عملتو مهاش يعني عقش ان تحسب ل Bridget of freedom مش هيبقى to square root ke على m.ام مسلا plus delta ke كه او مش عارف اي حاجة كده على m مثلا مضروف stating هلقيت معاش الـ expression الآن معاكو إيه يا الـ expression اللي انت عملتو في الـ assign اه أنا هلحسب اللي هو natural frequency اللي خادت أنا جايبين يعني اه؟ تروح تشوف هل هو دا أولا مش هو دا؟ تمام ته ماشي وفي natural frequency اللي في القانون دا بقى ساعيتها بقى أنا عاوض بالـ m effective في القانون صح؟ ساعيتها هتعوض بالـ m effective في القانون اه تمام، هشوفه بقى يتعلي زي دا بقى اه لو أول واحد تمام ته؟ انت في حالتك بقى انت انت اساسا حليت على انت عملت ايه؟ ساعيت simplification عندك ليه؟ عملت simplification ان هما two masses صح؟ اه في المسألة كانت المسألة بس حليته على انه هو two masses تمام لا ما هو خلي بالك من حاجة هو اه هو في الحقيقة هو دايما على اللي نهائي من الم masses لان الم mass عمره ما بيتركز في نقطة بس انت عملت simplification ل two masses يبقى انت بتدار على كم مود؟ two moods two moods صح كدام فانت لما تحل بدل ما تبص على ال 66 اللي انا مواقف عندها دي هتبص على اول two moods هما دول انت عايزهم يطلعوا زي اللي عنده اه فانا two natural frequencies لانت حاسبهم المفروض هما يطلع اول clean هده بالضبط كده تمام ما طلعوش نروح بقى نلعب في ال dimensions لحد اللي لما يطلع تمام كدام ترجع للصفحة اللي قبلها وتغير في ال dimensions وتيجي هنا تاني وتعمل ايه تمام هيا خطوات يعني في الاول في حسبة كده ماشي على الماثلاج ممكن تكون فيها شوية رخامة يعني بس بعد كده انت هتمشى على الخطوات دي وتشوف وترجع وتشوف القليل هي اللي كان معك قبل كده ولا مش هي هوا دي ماطلوبية عم بالكده ته ولي هوا مش بس عايز فريكنس وأعاز شكل فريكنس دي اول حاجة فريكنس دي بيتحدد بايه بيتحدد ب費 طبعا تمام. يعني انت لما غيرت الـ delta k عندك. بغل نظر عنه أنا مش يعني هو مش هنا مش عايزك تغير الـ delta k أو لحجة. بس انت لما غيرت الـ delta k إلا حصل. كان ساعة الـ frequencies بتقرب من بعض فتلاقي الحتة اللي في النص دي ما بيديش نزلة جامد. أو الـ frequencies تابعة عن بعض فتلاقي اللي في النص دي نزلت جامد. فهو ده برضو احنا عايزين نشوفه. بس هنشوفه هنا لأ مش هنعرف نشوفه هنا. هنشوفه بقى في ال- harmonic analysis. اه. harmonic analysis. تمام؟ ايه شو يدش. طيب. ما تسوى اهم يعني دي اهم نقطة عندي. يعني اهم اهم نقطة عندي هي ان انا اشوف ال- frequencies اللي هنا. ورويبا من ال frequencies اللي انت هنطلعها بقدي. باني باش محتاجة اثبت ال frequencies. يعني العب في ال- dimensions قبل ما اروح اعمل ال harmonic analysis. علشان تثبت معي نفس اللي هتطلع معي في المات lab. اه. وايه اللي يبقى احنا الهناك ده هنقض نزبط فيه وبعدين نرجع نزبط في ده داني. لا ده الاول. ده الاولة. تمام. نعم نزبط ده ونشوف ال- frequencies تمام. نبقى نروح بقى نشوف ال- harmonic بيطلع شابه وانا بيطلع الشاب. فكرة ال- ripples وشكل ال- ripples اللي هي هنشوفها في ال- harmonic دي. دي يعني نقطة اقل اهمية من الاهمة عندي ان انا اشوف بس ال frequency ده زي frequency اللي هي. بعدها معنى ان الموت زي الموت يا. ماشي. حد تاني يا جماعة حد سؤال غير الناس اللي بترد علي دي. شباب. ماشي. انا كده عملت الجزء الاولاني. اللي هو الاهم يعني ان انا ايه. رسمت الشكل وعملت فيه model analysis. ودلي بس ال- harmonic. ايه ال- harmonic ده ان انا هدخل force. احنا في المسألة كان بيقولك force ايه موقفها. كان بتدخل force على arm وبتروح تشوف ال- output عند ال- army التاني. احنا في المسألة. احنا في المسألة. كان بيقولك والله يدخل force على ال- army دي. وشوف لي ال- output من ال- army دي. طيب. الفورس احنا ما ندخله على tip بتاع ال- arm. يعني نشوف الفورس على ال- edge ده كده اللي هو فوقه. وال- arm من ناحية التانية نشوفه برضو ايه. displacement بتاع ال- edge ده. او مش لازم. في ال- displacement وحنا منشوف ال- output مش لازم يبقى ال- edge. ممكن يبقى السطحة كله الور. بس اهم حاجة عندي force ال- input تبقى applied على ال- edge اللي فوق ده. عشان تنزله لتحت. انا كده رسمه من فوق يعني كده بصص من فوق. بس هو انا لو. او لو مثلا افتغطت ان انا عندي ال- beam اللي الفوق ده بس كده. وبصص له ايزومتريك يعني. خيب انا عندي فورسة بتأثر فين هنا كده. اتجاهها ايه لتحت. تحت او لفوق يعني. المهم انها ايه. ال- direction ده. طب وال- arm التانية. نرجع عليه سويت احنا كان عندنا ايه. شوط فيه ارم تانية كده جنبها. احنا نبصين بقى ايه ايزومتري. هنروح نشوف بقى displacement بتاع. ايه. بتاع الحتة الخضرة دي. شوف ايه حصل له. تمام يا جماعة ولا ايه. تمام يعني انا بحط على واحدة فيهم. بتكون تحت مثلا يعني مثلا او اتجاه ده ال- y. فانا بحط الفورس مثلا ب- y. يعني مثلا او ايه. او ايه مش فرق افل انتك ايه كده بتاعمل هارمونيك. او تحت مش فرق. تمام. وبشوف بقى displacement بتاع تنحية التانية ايه لتحركة الدين مثلا كده. بس ايه الفورس بتحط على واحدة بس. او بالضبط كده. بس خلينا ناخد بالان ان الفورس بتحط على ال-age. مش زيه لما حطينا الباوندري كونديشن. ايو ايه. لما حطينا الباوندري كونديشن احنا كنا مثبتين ايه. مش فكرة ساعتا كنت عايز اقول حاجة وبعدين قلت ايه لا اخرين لما نعجلها شوان. فده وقتها بقى. لما ثبت بنثبت السطح كله. انما لما باجه احطي فورس انا. في الحالة دي بحطه على ال-age بس. تمام. تمام. طيب تعالوا نعمل الكلام ده. ثلاثة. رضلنا. نصاية كده على حاجة. احنا stop بقى ونشير ايه. البتاع اللي احنا كنا فيه ده. اه لأ. طب استنى. احنا نرجع بقى للسكرين الاصلية. اللي هي ال-workbench الاصلي. اللي هو ده. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل هارمونيك ريسبونس. هناخد الهارمونيك ريسبونس ده. بس مش هنحطه في الهواء. لا نحطه جوه model ده. جوه model ده. سوري. تمام. يعني جوه ال-tab بتاعة model. فيه حاجة اسمها model اللي احنا شغالين فيها. اللي نعمل جوه simulation. نحطه جوه. تمام. وبعدين نرجع نبص على. الموضل اللي احنا كنا فتحين. نلاقيه زادله حاجة اسمها هارمونيك ريسبونس هاي. كان عندنا model response كان مكتوب جنبه ايه فايف. بعدين هارمونيك ريسبونس مكتوب جنبه بيه فايف. تمام. ايه فين بس بس مشوات حمس. اه انا ما غيرتش ال-screen sharing معناش. انتو كنا شايفين. كنا تمام باش مال صح. انا اطلع لي harmonic response تحت model response. انا ما فعلش ال-screen دي. انا بس روحت لل-screen التانية. وعملت harmonic response وعملت له drag و drop جوه كلمة model. اللي جوه model analyst. تمام. حد عايزني ارجع ال-screen التانية تاني مش عارف الخطة دي بتتعامل ازاي. انا بس احب harmonic وباسمها على الموضة العادي فهي بتدخل جوه يعني. اه. اه. طيب. انا بقى في harmonic response دي عايز اعمل ايه. اعايز اعمل analysis settings. اعجي جده عند analysis settings. اعجي جده عند analysis settings. وهو هتوقتي على ما تستفهم عند analysis settings. اعجي عندها. يقول لي انت عايز تتامل من كامل كامل. انا عارف ان frequency بتاعتي عند 66. لما شفت solution اللي هنا. لو فاكرينت كانت تطلع ل frequency عند 66. فاجي هنا عند analysis settings. اقول انا والله اعايز مثلا ايه من 10%. بالمية. بحيث ان انا ايه اشوف 66 بتاعتي. اه خلي بالنا من حاجة. العرقام دي بالهرت. وهنا بنحسب اوميجا بالرادين. طبعا ان هما ايه محتاجين يطلعوا مختلفين. لازم نعرفي فرق بينهم 2 part. طب سؤال هنا معلش. احنا بالنسبة لنا احنا كنا بنشوف اول 2 frequencies. فانا كده هنا مثلا من 2060 فقلنا من 10%. اه. او انا لو قدت اول 2 frequencies لو انا مثلا 66 و 2.57. 50. فانا مثلا احط من 10% لحد 300% مثلا. اوه بالزبط كنا. تمام. طيب. ده يعني عدد ال frequencies اللي هسيميلاتها عندها. 10 ده سبعا قليل جدا. يعني 100. الاعلي يعني. ومود superposition ده نعمله full. هنا حاجة تانية تحت انا مش فاكر. طيب. غالين هنعمل وهو هيقول لنا يعني احنا هي. لو في مشكلة هيقول. طيب في ايه تاني. في ايه تاني نايصنا كده في simulation. اللي هولنا عايزين نحط الفورس. طبعا. صح؟ فانيجي كده عند harmonic response right click insert force اهي. لو كنا جينا عند model ما كناش هنلاقي insert force دي. ليه؟ لان ده في الموديل انت مسل بتحط boundary conditions. زي انك عايز to fix it support او كده. انما ما عندكش forces. احنا اتفقنا لحل الموديل ده اللي هو مش فويش force. اللي ما الهارمونيك هو اللي بقى انت عايز تحط force. عايز تحط torque. عايز تحط حاجات كده. طبعا. فهتلاقي فيه الحاجات القديمة. هتلاقي فيه fixed support. وتلاقي فيه الحاجات العادية اللي موجودة قبل كده. وتلاقي فيه زيادة force. اوكي. نحن نختار force. هيقول لك geometry selection. انت تختار انت عايز تسيلكت فين. نيجي هنا. احنا بقى ايه؟ فان امرونا عايزين نحطها على ال edge اللي فوق. مش على السطح كل. فبنحطها ازاي على ال edge ده. اللي هو ده. فيه هنا تاع فوق في الحتة دي هنا. شايفين الماوس بتاعي؟ اه بحاجة اسمها edge. اه بيقول لك vertex ولا edge ولا face. احنا في العادي نشغلين face. يعني عندما تقف عند face كده بيختار الفيس ده. او كده. فلا احنا عايزين دلوقتي نشتغل ايه؟ edge. نقول له ال edge اللي فوق ده بس. اهو علم ال edge اللي فوق ده بس. تمام؟ الماجنسيود ممكن تحطه باي حاجة. احنا هنحطه. اهو انا مش مش فاكرا وكنجيب ال canvas فقال الحقيقة. ال 0.1 تابعين عندنا. 0.1. ماشي. فاضل بقى ايه؟ احنا كده قلنا force. طب هي تحطت فقاني اتجاه. هو علم الى كانت تحطت فقاني اتجاه. وبص تحطت فقاني اتجاه ال negative x. ذا ال default بتاعها. يعني ادي فيه الاكسيزة هي x و y و z. والسهم ده اهو بيثاور في اتجاه لايه؟ ال negative x. negative x تمام. احنا عايزينه فين؟ y او negative y. y او negative y تمام. فنيجي كده عند vector. ونقول له ايه؟ اختار لي components. ودعني ايجي عند y ونقول له ايه؟ حطه negative y. تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ بنازل ال beam ده لتحت. تمام. هو على طول برضو غير هنا عشان تبقى انت متابع الايه؟ ايه الحاجة بتاعه. negative 1 دي كده غيرت الاتجاه بصوى الامبلوتيوب بتاعه ولسه open down صح كده؟ استنى. لا هو محتاج يبقى negative y. اه تمام كده. ماشي؟ تمام كده. خيط. بس محتاجين نرجع برضو الحاجات اللي احنا كنا عاملينها قبل كده احنا عامل كده كنا عاملين ايه؟ fixed support مثلا. عايزين برضو نيجي هنا. نعمل insert fixed support زي ما عان لها قبل كده. fixed support ونقول له geometry selection. نيجي بقى نختار هنا fixed support هنلاقي بيختار edge. هنرجع نختار ايه؟ لا face. اختار اللي الفيس اللي هنا. apply. بس جاء. اختار. 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 بعدين ندوس ايه؟ solve مثلا. يعني بقى هو يحل. طيب نبص على solution. هو عمل بس ايه ايه اللي انا شايفه ده ايه اللي في الحتة بتاعة ال data اللي في الجدول دي 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 الارقام اللي في الارقام ايه دي عندك من واحد لحد مية خطوة. اللي هو ما الفريكونسيز اللي انا كنا ايه مختارنه. قسم من عشر. احنا كنا قانيه فريكونسي رينز من عشرة للمية. فهو قسم من عشرة للمية دي على مية خطوة. طيب انا عايز ابص على ايه؟ يعني ايه اللي اووتبوت بقى بتاعي. اللي احنا كنا جايبنه قبل كان الستة وستين ده باشا. اه انا ايه بقى اللي اووتبوت بتاعي. يعني في الاخر. ال اكس ون؟ اه طبع. فانا انا دلوقتي عندي هنا اكس ون بس. لاني ملاسلتش النص الباقي من المسألة. اكس ون ده اللي هو كان ايه؟ بتاعي الوش اللي هو هنا ده. فلازم اروح ادوس على هرمونيك ريسبونس ده. وقول له انسرت. ايه بقى؟ ريموت ديسبلاسمن. اه لا استنى ده ايه هنا. انسرت. اه استنى فين. اه جوا فريكونسي ريسبونس ندوس دي فورميشن. اه. جوا سولوشن. احنا عملنا سولوشن خلاص. جوا سولوشن. ندوس انسرت. وبعدين نيجي كده جوا. اه دي فورميشن. اه سوري. جوا ايه؟ جوا فريكونسي ريسبونس. اه اه. فريكونسي ريسبونس وندوس دي فورميشن. تمام؟ تماما شوانس. قد انا كده عملنا. ليه هو بيشوف الدي فورميشن من مكانه الاصلي. يعني هو دلوقتي. لو هو ثابت مكانه الاصلي. اللي بقى اللي اكس بكام بزيرو. او في حالتنا بقى اللي هي في الكوردينتز دي مش اكس بقى اللي هي واقع. فوق وتعب. وندوس تاني سولو. اه ما اخترناش اساسا ده على ايه. احنا ما قلنا لوش ان احنا عايزين السطح ده. فهو اعترن. فنيجي تاني على فريكونسي ريسبونس. وندوس جيوميتري سيلكشن. ونختار الوش اللي احنا عايزينه اهو. وندوس ايه. طيب. هو عارف ان انا بتراك النقطة دي. طب انا بتراكها في انهي اتجاه. بتراكها في الاتجاه ده ولا بتراكها في الاتجاه ده. السولوشن وهو بيسيميلات بيسيميلات في كل الاتجاهات. مش مشكلة. بس انا عايز ارسم كيرف. فانا عايز ارسم بقى كيرف في الاتجاه ده ولا كيرف في الاتجاه ده. يعني ده كأنه. كده هيرسم. طب ارسم لك انهي واحد. فبتيجي هنا من عند ورينتيشن وتقول له انا عايز اختار ارسم بقى انهي اتجاه. احنا هنا عايزين ايه الوا. فانا اختار واي اكس. هنرسمها من. بالضغط هنا. طيب. الفريكونسي رينج هو هو اللي احنا عمله عليه السيميولي. من عشرة المية. وفي اللوجي سكيل ده احنا متعودين نحن نفسي من ريسفونسي بيبقى في اللوجي سكيل عشان ايه. لما يعدي مثلا ينزل نقطة ثلاثة دي بيئة او كده. تمام. بس وندس سولد تاني ساعتها بقى ايه. ما اعطرتشه هم. ما يظهر primo. ثابت ثابت ثابت. وبعدين بيبيكك عند الريزونونس بتاعي عند ال66. وبعدين بينزل تاني. طبعا الفيز ماين اشدعوا بي يعني. اوا كااااااااة يعني على ان احنا نحن. لأن فيه كتير ويزيدهش كتير. وهككة كتير يعني في ما نحن changed耳. فاحنا مش هنفهم الفيز ريسبونس. بس احنا فاهمين المجنيتو دشوف. نحن عندنا الديفورميشن مثلا يبقى في حتة معاينة تحت وبعدين ايه? بيدرب فوق. المفروض يعني يبضرب في كيو فاكتوري اه. احب ده عنده مشكلة جماعة كده. ده كده اللي مطلوب مننا. والله الشكل ده. روح نقارنه بانه طلع. مع اه في القصائم التلف هاي. طلع هو هو اللي طلع. دي مفروض تطلع نفس الشمع يا جاسم اللي حيطة العناف المتلاب في القصائم التلف هاي. صح كده? عند الدلتا كيو اللي كانت عندي. اه اللي هي انت كنت عامل واحدة عند ال او بوينت سيكس. بالزبط اه. اه بالزبط هي كده. بس يا باش ما عندي اسم اغير في الويتس واللينس يعني هلاق وادوس طلب هلاق الشكل بيتغير معي. اه? احنا لله تروح نفسنا نزود. هلح نعمل تانية. اه بوح كده ايه? ندوس ستوب شيرينج. ونعمل شير للرسمة اللي كان فيها البتاع. فين اهو? ماشي? وبعدين نعمل ايه? اه اه. عايز اتدويدي. من لاحظ اتدويدي اللينس? هتتطري دي تتعيدي لحاجات تانية. لان الفورس ما كان هيتغير. صح والله? يعني الفورس بتأثر على اخر البتش. لما اتيت قلت هتدربي اللينس ده في اتنين. يبقى مش بتأثر هنا? بتأثر في الاخر. ماش كده ولا ايه? ايه تمام. انت شايفة السكرين ولا انا مش شايفة? ايه شايفة يا حضر. واو. احنا ممكن ايه? نجيب الاسكيتش ده كده. اذا كده جبنا الاسكيتش الاصلي. اللي هو فيه الويتس والاسكتر. ها? كمام. ايه? مش كيان احنا عملنا له يسايفة خلاص بس خالينا ايه? ايه كده. هو سايفهم خلاص كاكون سترينز. مش راضي يغيره. اه. اشتيني. حفل افتكير. ازاي نغيرهم من اغير ما نعيد البتاع ده. اه. 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي حتاجة تغيرها ما بيش حاجة تانية عد تتغير لا برضو الحتة اللي انت بتشوفيها اللي هي البردو اللي في الاخر ده وهنا بيعرض الـ مثلا هو في حالتنا X1 طبعا X1 ده ما كانوا تغير معشان كده انا بقولكوا احنا الخطوات بتاعة المودن سهلة احنا خلينا في النزابة الاول بالمودن التاني ده هتطلع مزبوط يعني المودن احنا بس ايه مختارين اسموه ده مختارين يا ربي احنا مختارين اه مختارين الماتيريال وبندخل نعمل بس ايه الحتة بتاعة الفيكس تسا بورت دي فهي حتة خطوة الفيكس تسا بورت اللي لو اللي عندنا فيها نحتاج نغير انا ما لو غيرتي اللينت لا خلص المودن مش هتحتاجة تعدلي فيها حاجة تمام بس لو انا ظبطت المودن ان هي يطلع اصلا من نفس الشكل بتاعي من الاول الهارمونيك هتضبط اوتوماتيك مش هحتاج ان انا غير تاني في الديمنش اه بالنسبة كبيرة يعني وانت كده كده عاصلك برضو مش بيقارن الكواليتيتف يعني 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 انت مش هتروح يعني اه ماشي الرقم بتاع الفيكوينس يطلع عن نفس الرقم بتاع الفيكوينس بس ريبلز مش هتطلع بالظبط هي هي يعني فهما اصلي خلاص يعني يعني كده كده انت حسبة برضو معادلات هناك فطبيعي ان ده يطلع عمور اكريت يعني يعني اصلي لو زبطي فريكوينسي طبيعي ريبلز مش تطلع هناك زي هي هي بالظبط بس خلاص ده منطقي يعني عشان اللي هناك بيعتمد على وده هو الحقيقة تمام انا حد عايز مني حاجة كده انا عندي شؤال بس بالنسبة للرسمة بتاعتنا اه دلوقتي المستطيل اللي بيربق بينهم في النص ده اه يتعامل ازاي وهنا فيه ميرج في البرنامج ولا يحس الواحد بيحس ان المستطيلات كلها دخلت ببعضها ففيه ميرج بحس انه ميرج فيه لينز كده فاصلة ما بينهم ببعض اه فيه فيه يعني اللي عملت سلي سلي ما بين اه 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 نعم فيه 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 option B blend مش عارف ايه لايه لو انت بنزل نفس الفيرجين بتاعتي هتلاقيه في edit اللي انت رسمت الرسمة يعني انت فيه فيه حتة النسكة اسمها edit اللي فيها بقى الحاجات دي بتاعيز زعف برضو location بتاعيبة فينا اصلا مش متحدد ولا حط انا في مزاج حط مزاجك وممكن لو لديت المسألة ما بت يعني مش عارف تطلع خلص response زي ما انت متعوقع تغير مكانه شوية تمام يعني تمام ما فيه restriction عليه ايه ايه انا كل اللي عمله هرسم مستطيل ايه مستطيل ايه هرسم مستطيل في النص بربوطن ببعض تمام كده بعد كده اعمل extrude واكامل بقى 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 ناس مستطيل اه مستطيل مستطيل لست مش عارف هيقى فيه section الخميس ده ولا ايه بس يعني على حسب بقى دكتور هيبعتلي مسائل نحلها ولا مفروض انه مش بنحل هو الشابط اللي احنا خلصنا اللي احنا دمبينج او معنا بقى سألت بعت تلو تلو على حسب بقى هو هبعت هبعت اللي انا فاهمه برضو انه جزء دمبينج يعني اتخفف عشان الصوت قطعه ممكن تقول تالي مش مالس اللي انا فاهمه انه جزء دمبينج اتخفف اه تمام يعني هو الدمبينج كان فيه مسائل كتير وكان فيه حاجات كتير بتتشرح انا فاهم انه ما تشرح كل الحاجات اللي فيه عشان الحاجات بتاعة انسس دي ما كادش تتعامل قبل كده يعني متعمل اتخفرش في سنة فبناخد كتير في الدمبين فده اخذ من وقتها يعني شوية يعني الحاجة تخفف دي يعني كان موظم مسائل كانت عليها لا 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 مش موظم مسائل ولا حاجة بس كان بيجي عليها مسألة يعني في الامتحاء طبعا خير فانا باللغة يبقاش عندي مسائل كتيرة حلها فانا ما عادي هل في مسائل دكتور هيبقى مسائل تاني بدلها ولا خلاص مثلا نحل مسائلة واحدة عليها وخلاص انا مستني اشوف هو هيقول ايه وعلى حسب كده هندي سكشن خميس وحتى لو بعاتهم بعدها يعني مشكلة احنا ممكن برضو نمقد ديوم اونلا لا واخر سكشن اصلا عمتك انا سكشن دا ولا في سكشن لزباك جاي لا لسه في الاكتويتور بدأتوا فيها لو بوكر ان شاء الله خير ده كده كده عليه شيت يعني ده كده عليه شيت فلو ما ما فيه شيت خلاص يبقى المرة الجاية ندخل الاختويتور خلا خميس البعض هيبقى في يعني هيبقى اليومين على الفاينل فلو ينفع الخميس البعض اصلا نبدر شوية ناخد اونلا بعض اصلا في فاين اليوم السبب لا بعد كان يبقى يوم الحد والاثنين حاجة زي كده ما نشوف سعيد طيق ما نشوف سعيد الحسد بقى شيت امتى حضره ولا مش حضره ولا اين ويباش مهندس ما فيش شي طاعة الفاينل الام انت اناليس لا ما فيش ده يعني يهم كلام نظري في السلايد يعني يعني هيجيبك وسألة في ازاي هو في مسائل على التلات محضرات اللي مع بعض دول يهم على حاجات يهم على الدم ونحن ونحن نخدم مسألة على سبرينج ممكن يبقى في مسألة او مسألتين على سبرينج انا مش فاكر وعندين البي دم لو سيبقى بقى مسألة الدم لو ما فيش او ممكن نحل مسألة من مسألة السبرينج دي مع الاكتوائتور وحو احنا ورد حلنا موضوع الparallel والسير سبرينج ده كان فيه حاجة مرضو خلنا الالاستيستي وكان فيه شوية كونس صغيرة ما عرفش فيها مسألة اصلا لا الالاستيستي دي سبعة السبرينج شيء يعني ولا لا كان فيه كان فيه والشير وحاجة ازاي مش عارف انا مش عارف بصراح الحاجة دي شيء مسألة ولا لا مش فاكر اصلا يعني كان فاكر بصراح حاول تفتكر بصراح هبعشوفي يعني مسألة الدكتور عبعدها لانيت يوم هبع أحلم وخلاص مش مشكلة طيب شكرا 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 جدا نعم 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 ايوان اعجبتوا شكرا ميش سماري عليكم السلام اعجب السلام اعجب اعجب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة